السلام عليكم ورحمة الله في الحلقة السابقة من إسأل ولا تخف تحدثنا عن بروز الإلحاد الجديد وعن رموزه وعن الفروق بينه وبين الإلحاد القديم اليوم سنتحدث عن بعض أشهر أفكار الإلحاد الجديد سوف نعرضها وننتقدها الأمر الأول الذي يعتبر من ركائز الإلحاد الجديد هو أنه إلحاد علموي ما معنى علموي؟ العلموية تعني أن العلم الجريبي والعلم الطبيعي هو المصدر الوحيد للمعرفة وأن أي شيء لا يستطيع العلم الجريبي رصده واختباره فهو شيء غير موجود فالإلحاد الجديد يقوم على هذه النزع ويقوم على هذه الفلسفة العلموية فهو يعتبر أن كل الحقائق الموجودة في الكون يجب أن نصل إليها عن طريق المنهج العلمي الجريبي وحده ولا شيء غيره وأن أي شيء لا يستطيع العلم الجريبي رصده والتعامل معه بالحس وبالملاحدة وبالتجربة وبالاختبار وبالقياس وبالتكرار فهو شيء غير موجود بما في ذلك الإله والجنة والنار والملائكة وسدرة المنتهى إلى آخره طيب قلنا من ركائز الإلحاد الجديد أنه علموي وهذه في الحقيقة تعتبر من نقائص الإلحاد الجديد فالعلموية هي مذهب ساقط سقط في السنوات الغابرة قديما سقط المذهب العلموي ثم أعيد البتو الروحي في نعشه وأعيد إحيائه مع هؤلاء الملاحد الجدد مثل دوكينز وهاوكينز مثلا الكتب دوكينز هي كلها كتب علموية تسعى لتأسيس المنظومة الاجتماعية والإنسانية على فلسفة علموية مثلا كتابه الجينا الأنانية كتابه وهم الإله أعظم استعراض على وجه الأرض كذلك ستيفن هاوكين هو يسعى للبحث عن نظرية كل شيء The theory of everything ليفسر بها العالم كليا فقط بالعلم الجريبي دون الحاجة إلى التفسيرات الدينية أو التفسيرات الميتافيزيقية هذا المذهب العلموي هو مذهب ساقط لن أفصل فيه نظرا لقصر الحلقة لكن يرجى قراءة كتاب العلم ليس إلها فيه تفصيل سقوط المذهب العلموي لكن هناك مقال لستانورد راسل على الغارديان بعنوان Why we can't know everything لماذا لا نستطيع معرفة أي شيء ينتقد فيه النزع العلموية ويقول إن فلسفة هاوكين هي تماما ما أعترض عليه فهي مثال واضح على العلموية فالزعم أن العلم الجريبي هو الطريق الوحيد للمعرفة وسيعطينا في النهاية كل شيء هو هراء وهراء خطير للغاية لأنه يجعل العلماء أو الباحثين متغطرسين ومن الجيد أن نقول هنا يقول ستانورد ومن الجيد أن نقول أن الكون جاء نتيجة للنظرية آم لكن هذا سيحيلنا إلى سؤال آخر كيف ظهرت النظرية آم نفسها ولماذا توجد قوانين فيزيائية مفهومة يعني فهذا يضع المذهب العلموي في إشكاله هل انتزم الإلحاد الجديد بعلمويته؟ يعني هل انتزم بمبدأه العلموي؟ الجواب هو لا فرغم أنه يدعو للعلموية ولنهج العلم الجريبي كطريق وحيد المعرفة فإذا بحثنا في أفكار الملاحدة الجذبة في مؤلفاتهم وكتبهم ومقالاتهم سنجد أنهم لم يلتزموا بمبدأهم فهم لم يطبقوا مذهبهم العلموي بحيث إننا إذا فتحنا مثلا كتاب ريدشارد دوكينز The Good Delusion نجد أنه يتحدث عن فلسفة ويؤسس لفلسفة ويتكلم من منطلق فلسفي وليس من منطلق علمي أو منطلق جريبي كذلك ستيفن هاوكين في كتابه كذلك سام هاريس في كتابه كذلك هيتشينز وضانيال دينيس ولذلك فالملاحدة أنفسهم الذين يلتزمون بمبادئهم ينتقدون الملاحدة الجدد من ذلك مثلا عالم الأحياء التطوري ديفيد سلون نشر مقالا بعنوان Why Richard Dawkins is wrong about religion لماذا ريتشارد دوكينز مخطئ بشأن الأديان فكان من الانتقادات التي وجهها لريتشارد دوكينز أنه لم يلتزم في كتابه خصوء كتابه The Good Delusion بمبدأ العلموية أو بمبدأ العلم الجريبي واعتبر طرحه طرحا ضعيفا إذن من هنا نخلص إلى أن الإلحاد الجديد الذي هو إلحاد علموي لم يلتزم بعلمويته وناقض ذاته وخرج من الطرح العلموي إلى الطرح الفلسفي وهذا يحيلنا إلى النقطة التالية والركيزة التالتة من ركائز الإلحاد الجديد أنه إلحاد فلسفي أو شبه فلسفي وليس إلحادا علمويا قحا بمعنى أنه لا يلتزم بمذهبه العلموي ويمارس الفلسفة طيب إذا كان الإلحاد الجديد يمارس الفلسفة هل هو يمارس الفلسفة كما ينبغي؟ يعني مثلا إذا رجعنا إلى نيتشي أو ديفيد هيوم نجد أنه يلتزم أو يمارس على الأقل الفلسفة كما ينبغي أن تمارس يعني في حدود مقبولة لكن الإلحاد الجديد يمارس الفلسفة بشكل ضعيف جدا وبشكل هش وملئ بالتناقضات الداتية وبالانتحارات المنطقية ولست أنا من يقول هذا الكلام بالمناسبة بل الملاحدة أنفسهم ينتقدون الإلحاد الجديد وينتقدون الملاحدة الجدد ماكر روس الملحد نفسه في مقال آخر قال عن كتاب ريتشارد دوكنز وهم الإله أن كتاب ريتشارد دوكنز يجعلني أشعر بالحرج كوني ملحدا فهو يتحرج من كونه ملحدا بسبب كتاب ريتشارد دوكنز الضعيف والهش فكريا وفلسفيا ومعرفيا وقال في هذا المقال بالمناسبة أن ريتشارد دوكنز مثل طفل صغير دخل الجامعة ويصرخ ويسأل سؤالا من خلق الله وكأنه اكتشف اكتشافا فلسفيا مهما بينما هذه الأمور مستهلكة ومقتولة بحشا وقديمة قدم الفلسفة وقدم المذهب الإلحادي نفسه وبالمناسبة مارتن ريس العالم البريطاني الشهير في مقال الله أيضا يقول أنني أعرف ستيفن هاوكين جيدا وأعرف أنه قرأ قليلا فلسفة وأقل في اللاهوت ولا ينبغي أن نعير أي اهتمام لما يطرحه ستيفن هاوكين فهو يحيلنا إلى هش الجانب الفلسفي والمعرفي عند ستيفن هاوكين خصوصا وعند الملاحظة الجدد عموما ثم من بين الأمور التي تحتسب على الإلحاد الجديد أنه أحدث ضجة فارغة بمعنى أن هناك جعجعة لكن ليس هناك طحن فالضجة الإعلامية ونشر الكتب والترويج والسينما وكل هذه البهارات لكن عندما نأتي لنجلس مع الإلحاد الجديد على الطاولة ونسائله ماذا قدمت لنا عن الحياة؟ ماذا قدمت لنا عن الوعي؟ ما هي منظومتك الفكرية؟ ما هو البديل الذي تقدم عن الأدية التي تنتقدها؟ نجد أنه لا يقدم شيئا فقط غبار وضجة إعلامية وترديد لمصطلحات يعني بين قوسين شائعة ونقد الدين هذه الهالة الإعلامية هي كل ما يمتلك هذا الإلحاد الجديد وروي أبراهام بارغيس في تقديمه لكتاب أنتوني فلو ديريزاقود هناك إله الذي طبعه مركز رواسخ ينتقد هذا الإلحاد الجديد مثل هذه الأمور عليه يقول أنهم لم يقدموا لنا شيئا لا عن الكون ولا عن الحياة ولا عن الفكر ولا عن الدات ولا عن الوعي ومن أراد أن يبحث أكثر في هذه الأمور فليرجع إلى كتاب Is God of the Lotion الذي صدر 2008 ولكتاب وهم دوكينز ومؤلفات عديدة أخرى ظهرت تنتقد الإلحاد الجديد وتنتقد أفكاره الهشة كذلك من بين ما ينتقد على الإلحاد الجديد هو التطرف الذي يحتويه هذا الإلحاد الجديد أنه إلحاد متطرف المفارقة أين تظهر؟ لا تظهر في أنه متطرف بل تظهر في أنه يناقض نفسه هناك تناقض فهو جاء هذا الإلحاد الجديد ليقول لنا نحن جئنا نخلصكم من هجوب الأديان ومن الإرهاب ومن التطرف الديني لكن في نفس الوقت هو يمارس تطرف في الجانب الآخر يعني يناقض نفسه بزاوية 180 درجة قاري وولف في المقال الذي نشره سنة 2006 على مجلة وارد يقول مفارقة الإلحاد الجديد هي الهجوم النبوي على النبوة والتطرف في مواجهة التطرف يعني أنتم تهجمون على الأنبياء وتمارسون النبوة أو بين قوسين تمارسون الكهنوتية وتمارسون التطرف في نقض التطرف أبوال كارتز في مقال الله نشره قال أن الملاحد الجديد مملؤون حقدا ومملؤون بالكراهية يعني هذا هو الأمر الذي جاء ريتشارد دوكيز وأتبعه ليقدموه للعالم من النقائص التي تحتسب على المذهب الإلحادي أو الإلحاد الجديد كذلك هو التناقض هو أنه يدمر نفسه بنفسه ويناقض ذاته بذاته من ذلك مثلا أن ريتشارد دوكينز وسام هاريس ولورانس كراوث جاءوا ليقولون لنا أنهم يحاربون التطرف ويحاربون الإرهاب ويحاربون الدموية لكن إذا رجعنا للتاريخ واستقرأنا صفحات التاريخ سنجد أن الإلحاد هو أكثر الإديولوجيات تطرفا على الإطلاق ستالين هذا كان مسلم لينين كان مسيحي هؤلاء أغلب المتطرفين موت سيطونغ بولبوت ستالين راتكو ميلاديت هؤلاء كلهم كانت تحركم إديولوجيات إلحادية محضة بل عندنا إحصائيات تقول أن 93% من الحروب في تاريخ البشرية كانت حروبا مدنية علمانية لا علاقة للدين بها فالأحرى أنك يا سيد دوكينز وأتباعك إذا جئت تهجم على التطرف وعلى الإرهاب أن تواجم الإلحاد أولا والماركسية والشيوعية فهذه هي الأفكار التي دمرت البشرية ونشرت الإرهاب والتطرف كذلك من الأمور التي تظهر تناقض المذهب الإلحادي في الفكر مثلا أن ريتشارد دوكينز يقول نعترض على المصمم الدكي أو على بين قوسين الخالق الذي خلق ونسج الكون لماذا؟ لأننا لا نرصده علميا فنقول له ما هو البديل عندك يا ريتشارد دوكينز يعني إضافة إلى نظرية التطور إذا سألنا عن أصل الحياة فهو يقول أن ربما كائنات فضائية هي التي خلقتنا يعني شوفوا هذا التناقض يعني مشكلته ليست مع مصمم دكي يعني مثل كائنات فضائية هو مشكلته فقط مع خالق الخالق الذي يؤمن به أتباع الأديان طيب أنت كيف تؤمن بالكائنات الفضائية التي ليس عليها ولا دليل تجريبي واحد وفي نفس الوقت تعترض على المؤمنين من إيمانهم بخالق وعندهم أدلة عقلية بالمناسبة وأدلة معرفية كثيرة نشاهد قولة ريتشارد دوكنز في هذا الفيديو وفي نفس الوقت تعترض على هذا الفيديو وفي نفس الوقت تعترض على هذا الفيديو من بين التناقضات الأخيرة أو أقول ليسا بين التناقضات وإن من بين الأمور التي تحتسب على المذهب الإلحادي الجديد أنه انقشاع بريقه يعني عندما ظهر الإلحادي الجديد ظهر بضجة إعلامية كبيرة وبيعت ملايين الكتب من ريتشارد دوكنز وسام هاريس وبقيت في قائمة أعلى الكتب مبيعا لكن بعد سنوات قليلة سنة 2010 نشر مقال يتحدث عن انقشاع بريق الإلحادي الجديد يعني لم يقدموا شيئا جديدا للبشرية لم يقدموا منظومة معرفية كل ما يقدمونه هو التكرار والتناقض والهدم من أجل الهدم وهذه كانت هي خلاصة الإلحادي الجديد في الأخير نحن في هذه الحلقة اقتصرنا على بعض أشهر أفكار الإلحادي الجديد تعرضنا لها بالعرض وبالنقد لكن هذا الموضوع يطول ومن طبيعة البرنامج أنه يتكون من حلقات قصيرة لكن من أراد الرجوع إلى بعض الكتب بالعرضية التي تحدث عن الإلحادي الجديد وعن أشهر أفكاره ورموزه وأسبابه وانتقدته يعني توجد كتب كثيرة نذكر منها مثلا كتاب الإلحادي المبتدئين للدكتور هشام عزمي وكتاب ميليشيا الإلحادي للدكتور عبدالله العجيري وكتاب خرافة الإلحادي للدكتور عمرو شريف كذلك الإلحادي وتوقية التوهم وخواء العدم لحسام الدين حامد وكتاب براهين وجود الله للدكتور سامي عامري والكتاب الذي ترجمه كذلك مركز رواسخ إلى العربية هناك إله كيف غير أشهر الملاحظ أفكاره لأنتوني فلو الذي كان ملحدا ثم بعد ذلك صار يقر في وجود إله وكتب عديدة كذلك في تعزيز اليقين مثل كتاب سابغات لأحمد السيد وكتاب ليطمئن قلبي للبشير عصام المراكشي طبعة مركز يقين المغرب وكذلك كتاب تخلص من إلحادي للدكتور هيتم طلعت وكتاب مهددات الإلحادي الجديد لسيجي والليمان والكتب موجودة وكثيرة في هذا الباب عبما يرجى للطلاع على إصدارات مركز رواسخ مركز تكوين، مركز براهين، مركز دلائل، مركز يقين وهذه المراكز تحتوي على مؤلفات عديدة في شأن الإلحادي الجديد وفي شأن النوازل الفكرية الجديدة عموما والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة